في عزي شهر رمضان المبارك يجد بعض التجار الفرصة مواتية لمضاعفة أرباحهم معتبرين الشهر الفضيل شهرا للربح السهل بعيدا عن موقف القانون والشرع من سبوله جشعوا بعض التجار يدفعهم للاعتماد على سليب مختلفة في الغشة بعرض أجود السلع في الوجهة كسنارة لصيد الزبون وإخفاء أسوائها لتمنح للمواطن الغافل عن حيال هؤلاء قضية الغش في بيع الخضر والفواكه يحمل فيها تجار تجزئ المسؤولية كاملة لتجار الجملة الاخداء في الجملة ليس لدي طايل نحن كما نشرها كما نبيعها نشرها أرقيقا نبيعها نشرها أخشينها وخلطها نبيعها خاطش دوك الفلاح وكان يتري هذه بسومة وهذه بسومة كل واحد له شوات تاعه كيفاش يجيبه دوك أنا روح نلقى البروميار نجيب ببروميار بسومة ونجيب بعدوزهم بسومة بصحناهم يعطيك ببروميار ويعطيك تروازهم الوزر الديني أكبر الغائبين عن هذا النوع من التجارة بعض التجار يتخذون الغشة صناعة لهم وطريقا للربح وكسب المال بهذه الطريقة المحرمة حيث يخلطون السلع الجيدة مع السلع الرديئة وقد حدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على صبرة طعام يعني كومة من الطعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت أصابعه بلل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البائع ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ثم قال من غش فليس مني هكذا هي حال أسواقنا من غلاء فاحش غير مبرر إلى الغش الآمن من الرقابة والضحية في هذه المعادلة هو المواطن البسيط